السلام عليكم خوتي ومرحبا بكم في كورديزات بوان كوم اليوم ان شاء الله راح نشوفوا تمرين في مدد الاقتصاد والمناجمنت واللي هو سند من باكالوريا 2018 نشوفوا نص سندتان وشي يقول أعطنا أولا منحنة المنحنة هذا ممثل بالسعر في العميدة كما كنت شوفوا وهنا ممثل بالكمية وعدنا فيه المنحنة ألف هذا يا وهذا المنحنة با يقول لك انطلاقا من السند وعلى الضوء ما درست أجب على ما يلي أولا قلنا ماذا يمثل كل من المنحنة ألف والمنحنة با ثانيا قلنا استنتج سعر التوازن ثالثا قلنا أكمل معطيات الجدول آتي أعطنا الجدول فيه السعر هنا يا والتحت فيه الكمية المطلوبة والكمية المعروضة ورابعا قلك يستخدم في قياس تغير الكميات المطلوبة نتيجة لتغير سعرها آدات مهمة ألف عرفها وبا احسبها عندما يتغير السعر من 10 ألف دينار جزائري إلى 12 ألف دينار جزائري وفسرها نشوفوا السؤال الأول تعناه ليقول لك ماذا يمثل كل من المنحنة ألف والمنحنة با باش نعرف وشي مثل هذه المنحنة راح نقرأ الشكل بياني تاعي كما قلنا عدنا في الأعمدة هنا يا السعر وهنا يا عدنا الكميات راني نشوف في المنحنة ألف كل ما تزيد السعر راح تزيد الكمية هاي لك شوفوا مثلا السعر تاعي راح يطلع من 10 ألف إلى 12 ألف الكمية راح تروح من 250 إلى 300 كل ما يزيد السعر راح تزيد الكمية منحنة هادا راح تصاعدي وشنه هي الكمية اللي تزيد كل ما يزيد السعر هل هي الكمية المطلوبة وللكمية المعروضة هي الكمية المعروضة أنا مثلا كتاجر كل ما يزيد السعر راح نزيد نعرض سلاع تاعي باش نبيع بزاف ونربح بزاف إذا المنحنة ألف هدا هو منحنة العرض والمنحنة با كما راح تشوفو كل ما ينقص السعر راح نشوفو بلي كمية راح تزيد كي كان عندي السعر 16 ألف دينار جزائري الكمية كانت عندي 150 ومبعد كي ولا السعر انخفض ولا 14 ألف دينار جزائري الكمية زادت ولات 250 في بلاست 150 إذا المنحنة با راح يعبر عن علاقة عكسية واللي تمثلي العلاقة العكسية بين السعر والكميات المطلوبة يعني كل ما ينقص السعر راح تزيد الكميات المطلوبة يعني هكذا راح نقرأ المنحنة يتاعي إذا كإجابة راح نقول بلي المنحنة ألف يمثل منحنة العرض والمنحنة با يمثل منحنة الطلب هاي لك يمثل منحنة ألف منحنة العرض ويمثل منحنة با منحنة الطلب كدح بطريقة سهلة وسامبل باش تحفظ بها شكون العرض وشكون طالب اشفى دائما بللي العرض هو ليجي على يمين والطالب ليجيني على اليسار اذا العرض ليجيني على ضروة تاي والطالب ليجيني على قرش تاي نروح دوك نشوف سؤال ثاني وشي قول يقول لك استنتج سعر التوازن كما شفنا في الدرس سعر التوازن هي نقطة تقاطع منحناي العرض والطالب هنا يوغل نشوف بللي منحناي العرض تاي والطالب يتقاطع في هذا النقطة هذا النقطة راح تمثلي السعر لهو 12000 دينار جزائري هذا هو السعر الموافق لنقطة تقاطع بين العرض والطلب نقوله في الإجابة يتحدد سعر التوازن من خلال تقاطع منحانيي العرض والطلب وسعر التوازن في هذا التمارين هو 12 ألف دينار جزائري السؤال الثالث من هذا السند يقول أكمل معطيات الجدول للآتي كان عطينا جدول فارغ ما فيهش الكمية المطلوبة والمعروضة يعني كان فيه غير هنايا السعر نحن دوك نشوف الطريقة لعمرنا بها الجدول عندي مثلا في السعر 8000 دينار جزائري كنحب نعرف وشنه هي الكمية المطلوبة والكمية المعروضة نروح 8000 دينار جزائري ونقعد نمشي 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 تقاطعت مع منحانة هذا منحانة العرض ولا الطالب هو يبدأ ملادروات قلنا منحانة العرض صح كنتقاطع لي مع منحانة العرض نعود نهبط لتحته نشوف القيمة اللي تقاطع لي عندها كنتظر ، يعد 8000 دينار جزائري ونقعد نمشي 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 نقاطع منه منحنة طالب منحنة طالب منحنة طالب منحنة طالب شحل الكمية المطلوبة في هذا السعر تعتمنا لف نحبط للتحتان القابلة هي 500 إذاً نروح الجدول التاعي وإن كان الكمية المطلوبة نكتب 500 وبنفس الطريقة راح نعود نعمر كل قيم الجدول ناخد قيمة واحدة أخرى مثلا 14000 دينار جزائري كنشوف منحنة الطالب نلقى باللي قيمة 250 إذاً نروح ل14000 دينار جزائري الطالب منذ 250 وبعد نروح لمنحنة العرض ونشوف باللي راح يتقاط عليه في الكمياتات 350 نروح لكمية المعروضة ونكتب 350 يعني هكان عمرو الجدول التانى نشوف ودوك السؤال الرابع يقول لك يستخدم لقياس الكميات المطلوبة نتيجة لتغير سعرها أداة مهمة ألف عن رفعه كنقرأ في السؤال تاعي لقياس الكميات المطلوبة نتيجة لتغير سعرها اذا عندي الطلب وعند السعر وشهنا الآدات الليï شفناها في الدرس ولي قصنا بها التغير في الكميات المطلوبة مع التغير في السعر هذه الآدات واسمها المورونة ما مش من مورونة فيهم هي مورونة الطلب السعرية لايقاه شوف يقدرت لإعلا الطلب ما هيها من القالى على السعر وقال لك عليك ان تعرف مورونة الطلب السعرية رح نقول بللي هي تغير نسبي في الكمية المطلوبة من سلعامة نتيجة لتغير نسبي لسعرها نشوف ذلك الإجابة النموذجية تقول لك الأداة المستعملة في قياس تغير الكمية المطلوبة نتيجة تغير سعرها هي مرونة الطلب السعرية نشوف تعرف مرونة الطلب السعرية هي درجة تغير نسبي للكمية المطلوبة من سلعام معينة نتيجة للتغير السلبي لسعرها يعني هذه هي الإجابة النموذجية تعنا نشوف دوك الجزء الثاني من هات السؤال اللي يقول لك احسبها عندما يتغير السعر من 10 ألف دينار جزائري إلى 12 ألف دينار جزائري وفسرها إذن بش نجاوب على السؤال لازم نستعمل الجدول اللي عمرته مقبل إذن لازم الجدول تعين عمره مليح باش تكون الإجابة تعيها دي صحيحة ودوك نشوف كيفاش نحسبه مرونة الطلب السعرية عندما يتغير السعر من 10 ألف إلى 12 ألف دينار جزائري يعني من الجدول هذا راح نأخذ غير هذا الجزء 10 ألف دينار جزائري 12 ألف دينار جزائري والكميات المطلوبة لهما 400 و300 نبدأ بقانون مرونة الطلب السعرية واللي هو التغير النسبي في الكمية المطلوبة على تغير النسبي لسعر السلعة هذا القانون راح نقسمه إلى جزئين يعني أولا راح نشوف كيفاش نحسبه التغير النسبي في الكمية المطلوبة اللي هو التغير النسبي في الكمية المطلوبة على الكمية المطلوبة الأساسية التغير النسبي دينار نحسبه بالكمية النهائية ناقص الكمية الأولية في هذا الحال الكمية النهائية تاعي هي 300 والكمية الأساسية تاعي والأولية هي 400 إذن راح ندير 300 ناقص 400 والكل راح نقسمه على الكمية الأساسية تاعي اللي هي 400 نديره دوك التطبيق العددي نقوله التغير النسبي في الكمية المطلوبة هو 300 ناقص 400 الكل نقسمه على 400 اللي هي الكمية الأساسية وكنتيجة راح نلقى ناقص 0.25 هذا بالنسبة الجزء الأول من قانون مرونة الطلب السعرية الجزء الثاني هو التغير النسبي لسعر السلعة تغير النسبي لسعر السلعة يساوي السعر النهائي ناقص السعر الأساسي لكل مقصوم على السعر الأساسي يعني قانون سهل بزاف راح نشوف دوك التطبيق العددي نديره 12 ألف دينار جزائري اللي هو السعر النهائي ناقص 10 ألف دينار جزائري اللي هو السعر الأساسي الكل راح نقسمه على السعر الأساسي اللي هو 10 ألف دينار جزائري راح تعطيني كنتيجة 0.2 يعني دوكا حسبنا التغيير النسبي في الكمية المطلوبة لهو هذا ومن بعد حسبنا التغيير النسبي لسعر السلعة لهو هذا دوكا عندي كل معضيات باش نقدر نحسب مرونة طلب سعرية اذا راح ندير تطبيق العددي لهو التغيير النسبي في الكمية المطلوبة ناقص 0.25 مقسوما على التغيير النسبي لسعر السلعة لهو 0.2 والنتيجة التي تعطيها هي ناقص 1.25 والتي هي مرونة طلب سعرية في هذا التمرين وبعد يقول لك فسرها يعني لازم نفسروا هذه المرونة طلب سعرية قلنا في تفسير المرونة عدنا عاملين نشوفوا فيهم العامل الأول القيمة المطلقة على المرونة إذا كانت كبيرة على الواحد ولا صغيرة على الواحد إذا كانت كبيرة على الواحد راح نقولوا المرونة كبيرة ولا شديدة ولا مرتفعة وإذا كانت الأقل من الواحد راح نقولوا مرونة صغيرة ولا مرونة قليلة هذا العامل أول والعامل الثاني هو الإشارة على المرونة إذا كانت المرونة موجبة راح نقولوا إنها تعبر عن علاقة طردية وإذا كانت المرونة سالبة راح نقولوا إنها تعبر عن علاقة عكسية في هذا الحالة التعليق تعنا وش هيكون عدنا أولا قيمة المطلقة تعناقص 1.25 هي أكبر من الواحد وبالتالي راح نقولوا بللي طلب شديد المرونة وثانيا مرونة طلب السعرية عندها إشارة سالبة ورح نقولوا بللي هناك علاقة عكسية بين الطلب وسعر السلعة يعني كل ما يزيد سعر السلعة كل ما ينقص طلب كل ما يولي والناس ما يشيرواش بزاف خطر شهولة غالية إذا كإجابة نموذجية راح نقولوا القيمة المطلقة للمرونة أكبر من الواحد يعني طلب كثير المرونة والمرونة السالبة وهي تدل على العلاقة العكسية بين الكمية المطلوبة وسعرها هكذا نكون وصلنا إلى حل هذا السند من باكالوريا 2018 نتمنى تكونوا فهمتم ليه معنا إن شاء الله وبالتوفيق للجميع مع امتحانات الباكالوريا